يعني أكيد أنت سمعت اللي أنا قلته مش عايزة أعيده تاني بس هو قرار بيبقى صعب الست تتكمل فهذا الصمت أو الطلاق الصامت ولا أشتري نفسي وأشتري حريتي وحالتي النفسية وراحتي النفسية وامشي ومش مهم الولاد ونفسية الولاد يعني القرار الصعب ده يعني ساعدينة أقول لك على حاجة دايما بنقولها أي قرار طلاق بيتاخد من غير محاولة لاستمرار الزواج بشكل صحيح بيصحبها ندم كبير بعده أيا كان مين اللي طلبوا الراجل أو السيد هي دي حقيقة يعني فيه ناس كتير بتندم على فكرة حتى رجالة فعلا وستات يعني فيه رجالة بعد سنتين تلاتة يقول لك هو أنا إيه اللي خلاني يأهدم البيت ده كله وهده كده لما بيجرب بقى تجربة واثنين وتلاتة وبيلاقي إن مراته كانت أحسن يعني أم أولاده كانت أحسن أم رايحة أكتر وست محترم أكتر يعني ما بيلاقيش كل الحاجات اللي كانت حلوة في حياته فبيرجع يندم بس في اللحظة دي ليه دايما الشيطان شاطر يعني ليه دايما في اللحظة دي يقول لك إيه يا سيدي كبر دماغك بقى وشوف راحتك وشوف ساعتك يعني ليه دايما بنجري وراء السعادة بس ما بنلاقيهاش برضو في الآخر سببين رئيسيين لو هنقدر إن احنا نقول أكتر سببين شائعين في الموضوع ده أولا ما ما عندناش الثقافة الكافية إن زي الزجين يتعاملوا مع بعض ترجمة نانسي قنقر